ينضم إلينا من غزة مراسل الغد حازم البنة حازم تفاصيل القواني التي تم قبولها من قبل لجنة الانتخابات وما هي المراحل المقبلة؟ نعم اليوم نشرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الكشف الأولي للقوائم والمرشحين الذين تقدموا لطلبات ترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية العام 2021 أهمية هذه المرحلة أنها تعطي المواطن عفوا الناخب ممن سجل في سجل الناخبين تعطي القوائم تعطي المرشحين حق الاعتراض على أي قائمة أو مرشح ينظر له هذا الناخب أو القوائم أو المرشحين أنه قد خالف شروط الترشح هذه من الناحية القانونية تعطي الناخب حق الاعتراض على هذه القوائم أو المرشحين ولكن تقول لجنة الانتخابات أن أي ناخب أو أي قائمة أو أي مرشح ينوضي الاعتراض على شيء من هذه القوائم عليه أن يرفق هذا الاعتراض بما يؤيد ويثبت خطياً يرسل هذا الاعتراض إلى رجلة الانتخابات خطياً تقوم لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام بدراسة هذه الاعتراضات وتقديم قرارها بحق المعترض الذي أيضاً يسلم له الاعتراض خطياً وبذلك يمكن بعد ذلك إذا ما كان هناك أي ناخب يعترض على قرار اللجنة عليه أن يتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات التي تفصل بدورها بهذه الطعون وتعطي قرارها النهائي خلال سبعة أيام يمكن لكل الناخبين أو المواطنين الإطلاع على هذه القوائم قوائم المرشحين الذين تقول لجنة الانتخابات أنهم بلغوا 1389 مرشح سبعة قوائم منها حزبية 29 قائمة مستقلة نسبة المرأة 405 من النساء من مجمل المترشحين للانتخابات يمكن بعد ذلك أن يتقدم الناخبين بهذه الاعتراضات والطعون لمحكمة قضايا الانتخابات التي ستفصل بالفعل بهذه الطعون خلال سبعة أيام في 30 من هذا الشهر النهائي إبريل الحالي تنشر لجنة الانتخابات الكشف النهائي في نفس الموعد تنطلق الدعاية الانتخابية أمام كل هذه القوائم والمرشحين لجنة الانتخابات خاطبت بالأمس مؤسسات السلطة التنفيذية وقالت أنها وجهت إشعار لهم بعدم ممارسة أي نشاط يمكن أن يفسر على أنه نوع من أشكال الدعاية حتى نهاية هذا الشهر الحالي فترة الدعاية الانتخابية ستكون بعد أو في يوم الثلاثين من الشهر الجاري قبل ذلك لا يمكن لأي قائمة أو أي مرشح أن يمارس أي نوع من أنواع الدعاية إضافة إلى أنها أشعرت مؤسسات الإعلام الرسمي التي هي العامة لإذاعة والتلفزيون وكالة وفاة جريدة الحياة الجديدة بأن تلتزم بيئة الحياد في كل ما يتعلق بمسألة الدعاية الانتخابية حازم ألبنا شكرا جزيلا لك مراسل الغد يعني مسألة الاعتراضات وطعون التي يمكن أن تقدم على المرشحين شكرا حازم ألبنا مراسل الغد كنت معنا من غزة شكرا